لم يكفها أنها استحوذت على المدينة وهجرت أهلها وإنما تسعى للاستثمار الاقتصادي فيها عن طريق مكاتبها المتشرة في أنحاء الموصل ميليشيات الحشد وبعد عدة سنوات من السيطرة على المشهد العام في الموصل أمنيا وسياسيا واجتماعيا تسعى إلى استملاك المدينة عن طريق مكاتبها الاقتصادية بحسب مصادر محلية راقبت نشاط هذه المكاتب في الأونات الأخيرة المصادر كشفت أن المكاتب الاقتصادية التابعة للميليشيات تنشط حاليا في مشاريع عقود ومناقصات تحصل عليها بسبب نفوذها وتمنحها لجهات أخرى لقاء عمولات مسبقة وتفرض ما يشبه الأتوات على المكاتب والشركات والتجار فضلا عن تدخلها بشؤون الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة بالمدينة وضواحيها وكالة فرانس بريس كشفت أن أهم الملفات التي تشهد تدخلات الميليشيات هي المزايدات والمناقصات التي تعلن عنها محافظة نينوى وآخرها مشروع شبكة تصريف مياه المجاري الثقيلة في الموصل الذي أحيل بـ 600 مليار دينار إضافة إلى مشروع فرض عدادات المياه على جميع دور السكن في الموصل وغيرها من المشاريع الكبيرة ديوان محافظة نينوى بات الآن تحت ضغط سمسرة تلك الميليشيات وهناك عقود ومشاريع حيلت لشركات سيئة بسبب تلك المكاتب الاقتصادية التي أصبحت مقرات لتوزيع المشاريع والمقاولات وتقطيع الأراضي وبيعها خلافا للقانون ولم تقتصر أنشطة المكاتب الاقتصادية على الميليشيات بل أصبحت للأحزاب السياسية المتنفذة في نينوى مكاتب وهيئات اقتصادية تعمل بشكل غير معلن في الاستلاء على المشاريع الكبيرة سلطة الميليشيات أصبحت مطلقة في محافظة نينوى بحيث كل وعود رؤساء الحكومات السابقة بإغلاق مكاتب الحشد كانت عبارة عن مجاملات لنواب المحافظة الذين بدورهم أصبحوا شركاء في نهب حقوق السكان الذين يدعون أنهم يمثلونهم في برلمان العملية السياسية